هذا وأشهدت دولة الكويت الشقيقة في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون الإيجابي الذي أبدته مملكة البحرين في جهودها الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وبالنموذج الذي قدمته في التعاطي مع ملفها الحقوقي وأكدت دولة الكويت أن النموذج الذي قدمته مملكة البحرين في التعاطي مع ملفها الحقوقي يستحق كل الاحترام والتقدير وهو الأمر الذي يجب أن يقابل بأصدار إشارات مشجعة جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الشقيقة دائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جينيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سياق التعليق على تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العالم وأشار الغنيم إلى التعاون الإيجابي الكبير الذي أبدته مملكة البحرين في جهودها الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يتطلب التشجيع والإشادة